أعوذ الله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحدود أي لا تغلوا في دينكم لا تجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق إنكم تؤمنوا بشيء which is untrue which is that jesus is son of god or some other than the truth we do and do not follow the vain desires ولا تتبعوا الأهواء of people لقوم who went astray قد ضلوا before من قبل الأسلاف and who misled مني وأضلوا ومسلد يعني يهلك أو لدي أقول مسلد يعني yeah 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 uh to lead someone in a bad way to to take them to hell or something and stray themselves وضلوا أنفسهم from the right path عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أهواء الناس الكتاب لا تتبعوا أهواء قد ضلوا من قبل بأن تؤمن في شيء أكثر من الحقيقة ون تتبعوا أهواء قد ضلوا من الناس الذين قلوا من قبل ومسلوا الكثيرا ونقلوا من الناس من الواقع اللهم أنت مشهدك أننا نحب نبيك محمد وأننا اللهم لا تجعلنا ممن يغلو في دينهم اللهم لا تجعلنا من هؤلاء القوم الذين قد ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل والله أننا نحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وليس لن تقلقوا من الناس والله لا تجعلنا من هؤلاء الناس الذين قد ضلوا وذين قد ضلوا من الناس وذين قد ضلوا من الناس اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته